السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم عقار لعلاج الحزن في دقيقة واحدة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لو تخيلنا حبيبي أن إحدى الشركات العالمية أنتجت عقارا أو أقراصا للسعادة هل لاقي الناس في كل بلاد العالم وقفين طوابير أمام الصيدليات من أجل شراء ذلك العقار أو تلك الأقراص يقول لك الحمد لله أخيرا في شركة أنتجت أقراص للسعادة مجرد ما أخذ الأرص على طول يدخل على طول ويبدأ بقى يأثر على العقل وعلى القلب وبقى سعيده وقاعده ومبسوطه يعني ومنتعش جدا طيب لكن الحقيقة أن ذلك العقار لو تم إنتاجه في شركة من الشركات هيكون بمثابة بيع الوهم للناس ليه؟ لأنه هيخليهم عايشين حياة يعني فيه سعادة مصطنعة ومؤقتة تزول بزوال أثر ذلك العقار أو تلك الأقراص الأقراص ديت مدة يعني تأثرها دين والله القرص ده ممكن يأثر لمدة ساعتين طيب لمدة ساعتين هعيش في سعادة وهمية وبعد الساعتين أرجع للحالة اللي كنت عليها يبقى أنا عملت إيه؟ ولا حاجة بل ربما يكون لي أضرار لأنه بيدخل على الجهاز العصبي فربما يكون لي أضرار مستقبلية بل يقيناً هيكون لي أضرار لكن هناك سعادة حقيقية لا تزول أبداً بإذن الله لأن الذي سيجعلها في قلوبنا وحياتنا هو الله عز وجل خالق السعادة سبحانه وتعالى قال جل وعلا من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ده في الآخرة يعني يضمن المولى عز وجل لنا سعادة الدنيا ونعيم الآخرة إذا عشنا على العمل الصالح وإذا عشنا في مرضات الله سبحانه وتعالى فالعمل الصالح والتعايش مع العمل الصالح ومع ذكر الله وهو من بين العمل الصالح هي دي أقراص السعادة الحقيقية التي لا تزول ولا تنتهي أبداً بل هي موصولة بالآخرة والجنة بفضل الله قال جل فعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الاتمئنان أعظم من السعادة لأن السعادة مؤقتة أما الاتمئنان فهو ركوز السعادة في القلب بحيث أن الإنسان يبقى سعيد في كل أحواله لو كان غنيا يبقى سعيد لو كان فقيرا يبقى سعيد لو كان صحيحا يبقى سعيد لو كان مريضا يبقى سعيد لو كان وزيرا يبقى سعيد لو كان إنسان بسيط يبقى سعيد في كل الأحوال يكون سعيدا بفضل الله وهذا ما أخبر عنه النبي وبه أختم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فاللهم ارزقكم سعادة الدنيا واجعل سعادة الدنيا لكم موصولة بسعادة الآخرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته